زيكم يا حبايبي عمين ايه والنهاردة نكملين مع بعض احداث مسلسل برغم القانون والحلقة 16 في البداية بيروح وليد وبيكون معاه ليلة على البيت وبيروح لبريهان وبيريهان بتقول لهم انتو بتعرفوا بعض اللي هحححكي لك بعدين اقرب خطف ولدها بريهان طبعا قلت معقول هيعمل كده اي نعم هو برضو اولاده بس برضو ما ينفعش يخدهم ابدا من امهم انا حكلمه بتتص البيت اللي فونه مقفول بيسمع الاولاد وبينزلوا بيكونوا فعلا سمعوا موضوع ان باباهم بتجوز واحدة تانية غير مامتهم وكمان عنده اولاد بيسألوا من دي لكن الامة بتقول لهم روحوا انتو بعد كده بريهان بتقول ان يا ما تقدرش ابدا تدخل اولادها في الموضوع من هي تخاف عليهم ساعتها لاي قالت لها يعني انت اولادك عادي وانا يعني ما خافش على الاولاد انت مش عايزة تساعديني مش اول مرة على فكرة ترفضي انك تساعديني بيجي لها رسالة بعد كده من اكرم بيقول لها ابعدي عن بريهان وكمان عن واليد عشان قادر تقدر تشوفي اولادك بعد كده استأزنت على طوله قالت انية مش هتسكت وانية هتوصل لأولادها بنفسها والوحدها واليد قال لها ليه عملت كده قالت انية تخاف جدا على اولادها ممكن فعلا اكرم يخطفهم زي ما خاطف اولاد ليلة بينما بعد كده اكرم بيكون واخد الاولاد في بيت جديد اللي اولاد بيقول يولو ليه البيت الجديد ده احنا عايزين نشوف ماما رد والا اكيد طبعا هتشوفوه اكيد طبعا هجيبه همية وجد وعمر كمان معنا في البيت لكن قالوا ان هم عايزين يكلموها بيجي بعد كده شعبان وبيقول ان مادام ليلة خرجت بالفعل من الفيلا وساعتها الولاد قالوا لوا انت عارف ماما قال ايوة انا عارف مامتكو كويس جدا ما انا اصلا بقى خل ابوكو الاولاد انا مشوفناكش قبل كده قال عادي بقرا ان شاء الله تشوفوني كتير كان جايب فلوس علشان خاطر يسلمها اقرم ليه بدوي علشان خاطر يعني بيهدده وقال له هنعمل كده كتير فلوس كتير نتعد يدفعها له رد وقال له لأ انا بس عايز منه حاجة هتشوفوه انا هعمل في ايه قال له طيب ما نديله كده اي تهمة ونرميه في السجن ونخلص منه قال له لأ انا عايزه اصلا معايا هينفعني سوصا اقعد مع محمود كان مدية جدا بسبب ان هو اخد قرطه وبيقول ان ده بالنسبة له زي الدين ومش عارف يعمل ايه رد وقال له كان مفروض تعمل كده ما انت مش هتبيع اصول او هتبيع محلات والناس كلها بيعمل كده ومفروض كمان تفكر معايا دلوقتي هنعمل ايه يعني مفروض نعيش في كومباوند ونشوف يعني حياتنا بعيد عن بورسعيد طلب منه هو يجوزه قالت له مش وقته قالت له كمان ان هو لازم يسيب بورسعيد ويشوفه كومباوند كده حلو عشان يسكنوا فيه البنت زين قادمة حازم صاحبها وبتطلع على الموضوع اللي حصل وان باباها طرع متجاوز واحدة تانية غير مموتها وعنده كمان اولاد رد والده بدي حاجة كويسة طالما فيه مشاكل بينهم يبقى هتكوني معادة شوية معادة شوية وهتغذي من ده فلوس ومن ده فلوس وكمان هتكوني حرة جدا ليلة بتروع لالبيت وبتشوف عمر وبتسأل عن باباها وبيكون راح المستشفى بتكون قلع انا جدا يا طلع حصل ايه لكن فاتم بتيجي بتكون خلاص ذهيت من المستشفى قلت له مخرجوني فروح باباها وجابها على طول واستقبلت اولادها وكانت مبسوطة جدا انها شافتهم بينما وريد بيتكلم مع عشرين وبيقول لها لازم تسلمي جوزك الفلوس عشان نخلص منه قلت له تمام وبيقول له بعد كده واحد اسمه رجب بيقول له ان هو عايزه في موضوع مهم وحيقول له حاجة ومش عايز اي حد تانية يعرفها قال له تمام يا باشا قل لي انت عايزهم بينما بيروح بعد كده اكرم عليش الخاطر يتكلم مع بدوي وبيديره فلوس اكرم بيقول له انا مش ضمنك كماما يعني ممكن تروح تبلغ عني او توري البوليس يعني التسجيلات قال له وانا كمان مش ضمنك على فكرة بدوي ده قال له انك المفروض كنت تقتل عمك لكن للاسف قتلت ابوك يعني كنت منشن على حاجة ويجات على حاجة تانية وفلاشباك فعلا اكرم كان موصل الراجل عشان خاطر يقتل عمه كان في العربية لكن بعد كده لما اتصل ببابا لقامها عمه في العربية كانوا مسافرين مع بعض وساعتها قال لي بابا نطب العربية بسرعة علشان العربية منفعش فرامل وساعتها حصلت الحدثة وماتوا بعد كده قال له بدوي انه هو عايزه بعد كده في الشغل قال له تمام بيروح بعد كده على البيت وبيريان بتقوله انت اللي بتعمله ده ازاي تاخد الاولاد وتخطف الاطفال من مامتهم قال لها انت مش عارفة انت بتقول ايه مش عارفة الاولاد كانوا متعذبين ازاي مع مامتهم قالت ان انت بتكذب علي قال له لا مش بكذب ممكن اواريكو كمان الطبيب النفسي اللي بتعالجوا عنده الاولاد فعلا تعبين نفسيا بسبب العنف كانوا بتحبسهم وتضربهم وتعذبهم من درجة ان الاولاد عندهم امراض نفسية وانا بروح بيهم للدكتور نفسي اقدر وديكي في اي وقت تشوف الدكتور النفسي وتحكي عليها كالعادة غير كمان ان الشغالة بتقولها ان هي طلبت الفاصة تيتيجي لحد عندها هنا قالت لها لما طلبتش ده قالت لا لا طلبت من شوية فطبعا حسنت ان في حاجة مش طبيعية بتحصل لها بينما بعد كده وليد قاعد مع شرين ومديها الفلوس لشان تروح تدي الجزهة وتاخد ورقة الطلاق لكنه كان شكك فيها بعد كده بيبعت رسالة لليلة بيقولها انت فين انا بقولك انها ساعدك في موضوع اولادك رودي علي لكنها طبعا كان بتابعت عنه شرين بعد ما وليد مشي نزلت على طول من العمار اللي كانت رايحة لها واخدت الفلوس ورحت علشان خاطر بيت اشتري وحدة او كومباوند يعني في مكان وراح اتسلم الدفعات وقصات راح وليد قال انه هو الخطيب الهانم وانه جاي يعني يشوف الوحدة اللي هي عاي تشتريها بس قاله بعد كده انه هو محتاج الفلوس ومش حينفع ان يتفعها دلوقتي وراح بعدين هو وشيرين عن البيت بينما وليد بيروح ويتخنق بيتخنق مع خالد وبيقوله ازاي تعمل كده وازاي يعني انا كده تعمل كده في مراتي قاله مراتك ايه مراتك جاي تتبلد علي زي ما انت كمان جاي تتبلد علي انا بص بعدين مراتك اخر مبرة وطردوا على طول بينما بعد كده وليد بيوجه شيرين ان هي كذابة وان هي خينة وان هي كان بتجذب عليه كل الفاترة دي بس علشان خاطر تاخد فلوسه وانه استحمل كتير جدا علشان خاطرها وانه اقرم ماسك عليه اوراق بسببها وسبب فلوس اللي كان بيدالها دايما قالت له ان هي عاشت فترة صعبة جدا في حياتها وان هي شافت كتير من مرات بابها وقالت له اديني فرصة تانية لكنه وطرتها بينما بعد كده بيروح وليد علشان خاطر يصالح مراته وبيعد ان هو غلطان وبيحاول ابوك يا بان ان هو يدخل بالصلح لكن بيرفض رفض تام خاصة الليلة قالت ان خلاص ما بيش رجوع لكن طلب ان هو يتكلم مع فاتل لوحدهم فراح يتفاتل علشان تتكلم مع لوحدهم قالها ان هو خلاص غلطان وانه كان فاكر فعلا ان في علاقة بينها ومن خالد وانه عارف خلاص الحقيقة وان هو يعني ما عارف انه ممكن يكون في علاقة بينهم كان غضبان جدا وانه عايز يرجعها وساعتها قارت له ان هي مش هترجع وانه هو اكيد جاي عشان خاطر يتنازل عن القضية لا طيب يتنازل عن القضية قارت له مش هتنازل وحرجع لك بس بشرط اديني نصف الفلوس ونصف دهب اللي عندك وانا تنازل عن القضية وارجع لك بيروح بعد كده اكرم لطبيب نفسي على اساس ان هو ده طبيب نفس الاولاد وبياخد معا بريهان والطبيب فعلا بيقول انه فيسلك عمف للاطفال واني عندهم طولة اراضي وكل ده بسبب اللي مويتهم بتعملوا فيهم وطبعا ساعتها يعني كانت مسدقة وسألت عن حالتها وقالت انه في واحدة صحابتها بتنسى كتير وبتنام كتير رده قال لازم تيجينا عشان خاطر اشوفها بناول اولاد كانوا عادي مع نوال وبيقولها انهم ما عايزين يكلم موامتهم في البداية قالت له ما ينفعش لكن كانت ساعتديهم التليفون لكن جي اقرموا على الطول هشم بيقولي بابا انه هو عايزي يكلم مامته لان اوحشته رده قال انه ما حيروحوا مطعم وبعد كده يبقى يجو ويعني يكلموها لكنهم اصروا والبنت لازم عايزت وقالت انت اضحكت علينا وبتقولنا انك انا موحش عن مامه وهي كمان بتقول لنا كنا موحش عنك قال لهم انه هو بيحبوهم كتير لازم كانت موجودة مع نبيل في النادي ومفروض ان في رؤية وانه حيشوف اولاده كان مستني طفله يجي عشان يشوفه اول ما جيه جري عليه وعرفت نفسها ليلة على ايناس دي وقالت لها ان هي المحامية بس جيت تتكلم معها بصفة ام وان هي يعني عايزها تخلي الوالد يشوف ابوه لكنها كلميتها بطريقة جفة جدا وكمان قالت ان فيه نصف ساعة بس عشان فيه تدريب وما سمحتش اصلا للوالد انه هو يقض مع بابا الوالد كان بتكلم مع باباك طريقة مش كويسة وبيقول له انت اكيد بتحبني فادييني بقى فلوس لطلع ما بتحبني زي بالزبط مع اصحابي بياخدوا حاجات من باباهم ومامتهم وساعتها الوالد عامل معاملة وحشة جدا وزي ايده كمان لما جيه لمسه وبعد كده جاءت الامة عشان خاطر تاخده وراح الوالد ونبيل كان منهار قالت له ان هي هترفع قضية عشان يشوف ابنه بينما بيجي لها اتصال من هاشم وليلة وبتقولهم حديدوني موقعكو لكن مش بيعرفو لكنها كلمت وليد وقرت له بالزبط على الرقم اللي الولاد كلموها منه والرقم ده رقم يداد اللي اهدى معاهم عشان كده وليد قدر يحادد المكان واخد ليلة وراحوا على طول وشافتهم من بعيد جاين مع باباهم يا طريق اللي ممكن يحصل في حلقة الجاية ده كان ملخص لاحداث الحلقة 16 من المتابعين